اللعطة الحلوة كمان كانت من مجلس إدارة النادي الزمالك اللي مباشرة برضو أول ما المباراة خلصت كان بيهني النادي الأهلي قال له نادي الزمالك يهني مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء وجماهيره بعد الفوز بوطولة دوري أبطال أفراقيا الحالة دي حلوة جماعة النهاردة جماعير أهلي ماليا الشوارع من كم يوم جماعير الزمالك ماليا الشوارع النهاردة جمعيل الزمالك تقول حرام الجمهور في الأرض الملعب دوة أو في المدرجات يمشي زعلان من كام يوم جمعيل النادي الأهلي بتقول حرام الجمهور اللي في مدرجات الزمالك ده يمشي زعلان الحالة الحلوة دي بصراحة سببها رأس إدارات الأندية الإدارات هي اللي بتعرف تصدى للجمهور حالة جيدة حالة فيها روح رياضية محترمة آه طبيعي طبيعي وهيفضل طبيعي وغير كده ما يبقاش طبيعي إنك تحب فرقيتك وبس إنك تشجع فرقيتك وبس بس تحترم المنافس تحترم المنافس ما تشجعش المنافس مش مطلوب منك إنك تشجع المنافس في أي مكان في العالم بس تحترمه ويا سلام لما يكون بيمس المصر في الطولة فيش مانع لو شجعته مش بطلب ده من كل المشجعين مش كل مشجعين يقدروا يعملوا كده بس اللي بيقدر يعمل كده يا سلام على جماله يا سلام على جماله وفيه ناس كتير عميت كده جمهور الزمالك شجعت الأهلي كثير من جمهور الزمالك شجع الأهلي كثير من جمهور النادي الأهلي شجع الزمالك بارح كان الزمالك يحتفل ببطولة أفريقية نهار دا الأهلي يحتفل ببطولة أفريقية بكرا إن شاء الله مبراطين في تصفيات كأس العالم يحط لنا رجل في بطولة كأس العالم القادمة إن شاء الله مع الكابتن حسام حسن وتفرح مصر كرة المصرية تستحق أن تكون دائماً وأبداً في هذه المكانة أي وضع آخر ده وضع مش طبيعي ومش صحيح طبيعي إن الزمالك ملك في أفريقيا الأهلي ملك في أفريقيا منتخب مصر لازم يكون في كل بطولة الكأس العالم منتخب مصر لازم يكون بياخد كأس الأمم الأفريقية ده الوضع الطبيعي المصر داخل قرة أفريقيا